معركة الدبابات في كورسكا الروسية في أغسطس الفين واربعة وعشرين تستخضر معها أعنف مواجهة بالدبابات بين روسيا وألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية في المدينة ذاتها والشهر نفسه لكن حدث ذلك عام الف وتسعمائة وثلاثة واربعين شرارة الجدل اليوم أطلقتها مجلة بيلد الألمانية التي تحدثت عن عودة الدبابات الألمانية بكل فخر إلى الأراضي الروسية بعد ثمانين عاما نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيدف رد بتصريح ناري وسريع متواعدا بوصول الدبابات الروسية إلى ساحة الجمهورية أمام مبنى ريخستاك في برلين استمرارا في حالة استجال هذه أكد رئيس لجنة الدفاع في البوندستاك الألماني ماركوس فابر أن كييف لديها كل الصلاحيات لاستخدام الآلية الألمانية التي حصلت عليها من برلين بما فيها دبابات اليو بارتو فابر قال بوضوح لصحيفة برلين مورغان بوست مع تسليم هذه الآلية إلى أوكرانيا فقد أصبحت أسلحة أوكرانية بالنسبة لوزارة الدفاع الروسية فقد بدأت بالفعل في استخدام تكنولوجيا لاستياد الدبابات والمدرعات في معركة كورسكا الحالية